أصداء فرنسية علاء الدين بنشار مستمعين أهلا بكم إلى برنامج جديد أصداء فرنسية الذي نواصل فيه مواكبة الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تدخل خطها الأخير هذه هي الانتخابات في دورها الأول تجرى يوم الأحد المقبل 23 أبريل الحملة الرسمية لانتخابات الرئاسية الفرنسية تنتهي رسميا يوم الجمعة على منتصف الليل لكن تعيش في ساعاتها الأخيرة على وقع هذا الهجوم في جادة تاشونزيليزي على دورية من الشرطة وأودى بحياة شرطي وأيضا منفذ هذا الاعتداء قبل الحديث عن رهانات هذا الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية نستمع لما قاله رئيس الوزراء الفرنسي بيرنر كازنوف عن هذا الهجوم وعن الاجتماع الأمني الذي عقدته الحكومة بقيادة الرئيس فرنسوا هولند علاء الدين بنجار مجلس الدفاع تحت قيادة الرئيس الجمهورية وبحضور وزير الداخلية والعدل والخارجية والدفاع كان مناسبة للوقوف على الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها مع اقتراب الانتخابات الرئاسية وفي غضون الأيام المقبلة أكثر من خمسين ألف شرطي ودركي سيتم تجنيدهم لضمان ظروف آمنة لإجراء العمليات الانتخابية لا شيء يجب أن يقف أمام هذه اللحظة الحاسمة لبلدنا إذن استمعنا إلى رئيس الوزراء بيرنار كازنوف يعلق على هذا الهجوم في جادة الشونزيليزي لتعليق على رهانات دور الأول من انتخابات الرئاسية الفرنسية أسعد باستضافة سيد رامي خليفة العالي وهو أستاذ العلم السياسية في جامعة باريس أهلاً أستاذ رامي أهلاً بكالد وبالمحل السياسي والكاتب الصحف في صدق حج أهلاً السادق وسيكون معنا عبر الهاتف مليون بيير لوي ريمون بعد قليل إذن كما ذكرت في هذه البداية الحملة الرئاسية الفرنسية تنتهي يوم الجمعة جميع أو أغلب المرشحين غيروا برامجهم وهناك من قطع حملته الانتخابية مثل يميلة من المتطرف والبعض قالوا أنه لا على العكس يجب الاستمرار في ممارسة الديمقراطية وربما ما يريده المتطرفون هو أن يشككوا الفرنسيين في ديمقراطيهم كيف يمكن أن يؤثر أن يؤثر ما حدث في جدد الشانزيليزي على هذه الانتخابات الترامي ما لا شك فيه على الدين بأن ربما صبت صبب ما حدث يوم أمس في جدد الشانزيليزي في مصلحة اليمين واليمين المتطرف على وجه التحديد وخصوصاً يمين الوسط والسيد فرانسوار فيون حيث ذلك يعيد النقاش مرة أخرى إذا شئت على الدين إلى الجانب الأمني من البرامج الانتخابية لكل المرشحين كما تعلم فإن سواء مرشح يمين الوسط أو مرشحة اليمين المتطرف كلاهما ركزا على الاستراتيجية الأمنية خلال البرنامج الانتخابي وبالتالي هذا يجر النقاش عن الجانب الاقتصادي الذي ركز عليه المرشحين الآخرين لهذه الانتخابات الرئاسية باعتقادي أنه خلال حاول السيد فرانسوار فيون أن يظهر بمظهر رجل الدولة خلال الساعات القليلة الماضية منذ أن حدث الهجوم في الشانزيليزي طبعا كان من المتوقع أن مرشحة اليمين المتطرف تركز على ما دعت إليه خلال حملتها الانتخابية والتركيز على الإسلام ورفض الإسلام الراديكالي ما سمته وبالتالي محاولة الاستفادة بأكبر قدر ممكن من ما حدث من أجل أن يصب ذلك في مصلحتها ولكن مدى التأثير ربما من المبكر القول ذلك إلى أي حد ما يدعم ذلك مرشحة اليمين المتطرف نقطة أخيرة إذا سمحت لي أعتقد أنه يصب في مصلحة يمين الوسط أكثر بمصلحة السيد فيون وربما ذلك يدعمه خصوصا أنه شهد الصعوبات بعد الفضائح التي لحقت به ولكن أسهمه خلال الأيام الأخيرة ازدادت وربما هذا الهجوم ربما يدعم أكثر مرشح يمين الوسط السيد الفرانس وفيون سيد صدق حجي هل نتذكر عام 2012 الحملة الانتخابية عشنا على واقع ما قام به من راح الحدث الأمية غابت عن هذه الحملة الانتخابية تحديدا لكن هل يمكن أن يزيد رصيد اليمين من تطرف كما يقول رامي لا في وجهة نظري فأنا أتذكر ما وقعه في سنة 2012 حيث كانت ضربة قوية فرنسا لم تكن في ذلك الوقت معتادة على ضربات إرهابية نحن في 2012 وكان رئيس الجمهورية نداك سيد نيكولا ساركوزي يعتمد المحور الأمني كمحور استراتيجي وجوهري في تحركاته الانتخابية لكن عكس ما قاله المراقبون والمحللون لم يستفيد السيد ساركوزي من مواقع رغم أن خطابه كان جد أمني أعتقد على أن نفس الشيء سوف يتكرر هذه المرة وعكس ما يقوله بعض السيدة ماري لوبين سوف لن تكون المستفيدة من الذي حدث لأنها تخيف أكثر من ما تؤمن الرأي العام الفرنسي شاطر رأي رامي الخليفة فيما يخص استفادة فيون ليس بالضرورة الذي حدث لكن هناك مجموعة من المطيات سوف نتطرق إليها تبين على أن السيد فيون سوف يكون أعتقد على أنه سوف يكون المفاجأة في هذه الاتقابات دعني أتوجه إلى مدينة ليون التحق بين بير لوي ريمون الكاتب والصحفي بير لوي الجميع اللبس اليوم بدلته العسكرية الأمنية ليطمئن الفرنسيين هل سيؤثر هذا على تصويت الفرنسيين يوم الأحد في الدورة الأولى؟ صحيح على هذه الصورة التي استخدمتها البدل العسكرية أو الخطاب الأمني تزايد وتزايد بتاريخ مختلفة حسب المترشحين استخدمتهم هندوبين التركة فزاعة وعادة لمسأة التجريد أصحاب الجنسيتين الفرنسية والجنسية أخرى من الجنسيتهم بينما تحدث فيه عن أو نصب نفسه من يستطيع أن يقف سداً منيعاً أمام الإرهاب إرهاب أما إما نقوم فتحدث أكثر عن ضرورة تماثك المجتمع ووقوف الفرنسيين صفاً وحيداً كمجتمع متاظم وموحد بطبيعة الحال الموضوع الأمني سيكون حاضراً في النفوس في نفوس الناخبين عندما يتعجلون إلى سندق باقتراع وأن تخلط الأوراق من جديد وهي أصلاً مخروطة هذه الأوراق بحيث أننا وصلنا إلى مشهد يعد سابق في تاريخ الانتخاب في الجمهورية فرنسية لأننا عادة كنا نحاول على المترشيحين حتى في الجولة الأولى مترشيحين فإذن هنا في الحقيقة أربع مترشيحين لديهم وجهة نظرهم وموقفهم من الحالة الأمنية بيرلوي باختصار يعني أنه بعيداً عن هذا العمل المتطرف والإرهابي هل كيف وجدت الحملة الانتخابية هل كانت هناك مواضيع جدية في هذه الحملة عدى مشاكل السيد فيون أو غير ذلك نعم كانت هناك مواضيع جديدة مثلاً الدخل العمل السامل التأكيد من جديد على ضرورة التماثق بين دول الاتحاد الأوروبي مسارات الانتقال نحو مصادر الطاقة وأيضاً مزيد من المرونة في العلاقات بين الشركات أرباب الشركات والعمال فبالتالي لا نستطيع نخطط إلى هذه الحملة في حملة أتعبتها قضايا الحصد صحيح كانت حضرة ولكن كانت هناك مجموعة من المواضيع التي تهم يوميات المواجد كانت متروحة نعم تعني أطرح السؤال على سيد رامي بعض وصف هذه الحملة بأنها باهتة لم يكن هناك نتذكر في عام 2012 نقوم دائما بنفس المقارنة لأن ساركوزي كانت لديه هذه المواضيع التي عزيزة عليه الأمن أمن الفرنسيين الاقتصاد لكن في هذه الحملة تحديدا عدم حدث مؤخرا والحديث الذي ربما سيؤدي بالمنشاحين للحديث عن الأمن لم يكن هناك تقديم لمطالب تهم الفرنسيين خلوصا حلول للبطالة للعمل للاقتصاد للنوض بالاقتصاد الفرنسي الحقيقة على العكس ربما أنا أراها حملة مختلفة عما شهدناها تاريخيا في الانتخابات الرئاسية الفرنسية لأن هناك وعودا بتغييرات جذرية سواء لدى اليمين المتطرف أو حتى يمين الوسط لأنه كما تعلم على الدين السيد فرانسوا فيون يقدم برنامجا الليبرالية المتطرفا لم يكن اليمين الوسط يلجأ إلى مثل هذه البرامج على الصعيد الاقتصادي يعني هو أقرب إلى أفكار اليمين المتطرف فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية نعم هناك انتقادات واسعة قدمها السيد فيون سواء للإسلام للإسلام الراديكالي وعد بمطاردة أكبر لأولئك الذين ينتمون إلى التيارات السلفية وحتى إلى تيار الإخوان المسلمين الذي لم يكن ينظر إليه على أنه تيار إرهابي على سبيل المثال ولكن أتحدث هنا من الجانب الاقتصادي فهو يقدم رؤية ربما تغير عميقا في الاقتصاد الفرنسي إذا ما نجح بالفعل بالوصول إلى سدة الحكم حتى مع المرشحين الآخرين السيد أمون على سبيل المثال هو يقدم أيضا رؤية مختلفة تماما يعد بمرتب شهري للفرنسيين يعيد النظر في السياسات الاقتصادية مرشح اليسار المتطرف وهو الحقيقة ربما نتفاجأ بأن نرى مرشحة اليمين المتطرف ومرشح اليسار المتطرف فيكون إنعكاسا لما حدث في الأربعينات ولكن بكل الأحوال على الدين هناك الحقيقة رهان التغيير لأن أربعة مرشحين من الخمسة الكبار يعيدون بتغييرات جذرية مرشح اليمين المتطرف مرشح اليسار اليمين الوسط مرشح اليسار الوسط ومرشح اليسار المتطرف يبقى السيد ماكرون الذي هو استمرار للمؤسسة لأن من تدعمه أولا المؤسسة الإدارية الفرنسية ثم تدعمه الشركات الكبرى وبالتالي هو الوحيد الذي لا يقدم قطيعة مع ما هو موجود حاليا ولكن الجميع المرشحين خريجي هذه المؤسسة النظامية الفرنسية مثلا عندما تحدث رامي عن ماكرون كيف نفسر ظهوره القوي لا يمكن أن نقول فقط أنه مدعوم من طرف الشركات أو من طرف المؤسسات للقرار لكن هناك فراغ موجود في السياسة الفرنسية كل تأكيد هناك قطع بين الناخبين ورأي العام والأحزاب التقليدية هناك رغبة لدى الفرنسيين في التغيير على مستوى الممارسة السياسية الأحزاب التقليدية التي تولت على السلطة لمدة ما يقرب من ثلاثين سنة لم تعطي النتائج المتوخات بالنسبة للفرنسيين أريد أن أقول أن ما يميز هذه الحملة عكس الحملات وأنا تتبعت ست حملات انتخابية وأن هذه الحملة يغيب المحور الرئيسي ليس هناك فغالبا ما يفرض محور والمرشح الذي يفرض المحور هو الذي يفوز ما هو المحور الذي فرض نفسها دعني أذكر تاريخيا نعم خمسة وتسعين قد فرض السيد جاكشيراك الشرق الاجتماعي لفرقتي السوسيال الفين وجوج فرض السيد جاكشيراك الأمن نعم الفين وجوج الفين وسبعة فرض السيد نيكولاس ساركوزي اشتغلوا كثيرا لتربحوا كثيرا نعم وهذا الفين وثناش السيد فرنسو هوند فرض المال إلى آخره في هذه في هذه الانتخابات ليس هناك من يتذكر من هو المرشح حاول السيد هامون أن يفرض محورا ما فيما يخص الدخل الكوني إلى آخره لكنه لم يتمكن إذن من هذه الناحية هناك شيء جديد في هذه الانتخابات غياب المرشح الذي فرض المحور على الآخرون لهذا هناك مفاجآت سوف تحصل لأننا لا نعرف من الذي هيمن سياسيا وبرنامجاتيا على هذه الحملة الانتخابية هناك شيء جديد هو الجديد جديد ماكرون لأن ما الذي يجعله من السيد ماكرون هناك من التشوق لأنه جديد شاب يخرج ليس من السيستام بل يخرج عن الآلات التقليدية عن الأحزاب التقليدية بل السيستام هو والد الطفل وابن السيستام إذن تريد أن أطرح السؤال فقط أطرح السؤال على بير لوي ريمون لأنه يتابع سيد ماكرون بير لوي ماكرون يريد أن يخلق نفس جديد في السياسة الفرنسية بعد أن أثبت الاشتراكيون واليمينيون بأن ليس لديهم حلول ولكن هذا ما تقوله أيضا مارين لوبان هل التصويت لماكرون أو ظهور نجم ماكرون هو فقط حتى لا يسويت الفرنسيون للجبهة الوطنية الأقصى اليمين طيب طبعا على أدين أنا أتابع ماكرون كما أتابع المترشفين الآخرين وفي الحقيقة في هذا الواقع كون هذه الحمارة الانتخابية يغيب عنها الموضوع في الحقيقة ماكرون حاول أن يطلق موضوعا ليس بضرورة على مستوى المحاوير المطلوحة كما ترح في المطلوحة وإنما كسورة جديدة للوسط لأن ما يفرق ماكرون عن باقية المترشفين أنه ينتمي بل يؤسس أولا حركة ويطرح بديلا من حيث طبيعة التيار الذي يريد أن يمثله بحيث انتماؤه أو اتخاذه أفكار قد يتبنىها الليبرالي وقد يتبنىها من يسند دعما أكبر من مؤسسة الدولة يجعل منه رجل الحفيرة جديد أنتم بطبيعة الحفيرة الحفيرة في الحقيقة كما قدم هذا الاشتراكي عادة فهو وريد وفي نفس الوقت ليس وريدا لأنه يحاول أن يربط هذه الحفيرة بمجتمع جديد مجتمع حداتي داخل ثورة تكنولوجيا وأعتقد أن هذه النقطة مهمة نعم رامي تحدثنا عن ظاهرة ماكرون أمون مرشح الاشتراكيين يقوم بحملة صعبة لأن الحزب ليس معه وهناك انشقاقات وهناك تيار أنصار فالس لا يؤيد صراحة حتى الرئيس الفرنسي فرنسو غولون لا يؤيد الاشتراكيين هل صحيح أن ميلونشون الذي يمثل أقصى اليسار هو الذي لديه الحضوض لأن يحظى بأصوات الاشتراكيين اسمح لي في بداية أنا أعلق على ما ذكر حول سيد ماكرون باعتقادي أن هناك طبعا كما تعلم ماكرون جاء من عباءة اليسار وهناك إحساس لدى شريحة واسعة من اليسار بأن فرنسا والأوروبا بشكل عام تمر بمرحلة يمينية وبالتالي هناك من حاول أن يتبنى بعض أفكار اليمين وأن يقترب أكثر وأكثر من الوسط وربما يمين اليسار السيد ماكرون يمثل الوسط أبات الآن يمثل الوسط أكثر هو قابل لأن يأخذ أفكار من اليمين ومن اليسار وبالتالي هذا ما يقدم يريد شيء جديد للفرنسيين تماما هذا ما أعتقد وهذا الحقيقة التاريخية لأنه تاريخيا الوسط لم يكن له دور فاعل في الانتخابات الرئاسية في أكثر من مناسبة لم يحقق التيار الوسط الذي ينشأ لم يحقق ذلك التقدم وذلك النجاح هناك تيار وسط يريد وهناك تغير أيديولوجي يبتعد عن اليسار وبالتالي هناك الآن يريد التعاد عن عباءة اليمين وعباءة الأحزاب التقليدية تماما والتعاد عن تيار اليسار الأيدولوجي لكي يقدم رؤية أخرى مختلفة يمكن القول عنها أنها تيار الوسط بالنسبة للسيد أمون بالعودة إلى سؤالك أعتقد أنه حدث هناك انفجار في اليسار الفرنسي ابتداءا عن ميلانشون تحديدا عن ميلانشون تماما هنا الحقيقة أن سيد ميلانشون يعبر عن التغيير الذي ينشده الفرنسيين في إطار اليسار هناك كما قلنا وكما ذكر صادق فإن هناك رغبة كبيرة لدى الفرنسيين بالتغيير الأساسي وبالتالي كيف يطرح هذا التغيير يطرح من قبل اليمين المتطرف السيد لوبين يطرح من اليمين الوسط من السيد فيون ويطرح أيضا من اليسار لم يستطع آمون أن يعبر عن اليسار لذلك ميلانشون الذي الحقيقة هنا ويجب أن تشاري إليها أنه يحظى بشعبية واسعة لدى طبقة الفقراء إذا شئت لدى هوامش المدن لدى المهاجرين وبالتالي هؤلاء وجدوا في السيد ميلانشون نقيضا لليمين المتطرف لذلك حقق هذا التقدم الجديد في هذه تفضل الجديد في هذه انتخابات هو أننا لأول مرة نلاحظ مباشرة ونشاهد مباشرة إعادة ترتيب البيت والحقل السياسي في فرنسا قبل النتائج الانتخابية هذا شيء جديد أريد أن نتكلم عن الجديد لأن ما يقال نعم نعم نحن تفضل نريد أن يبسط هذه الانتخابات للمجتمع العربي الذي ولا يعرف بالذرور المجتمع الفرنسي لأول مرة نرى عادة في فرنسا يتم إعادة ترتيب الحقل السياسي بعد النتائج عندما يفشل حزب تكون هنا كانت انشقاقات وتحالفات جديدة إلى آخره اليوم الانشقاقات داخل الحزب الاشتراكي بدأت قبل الانتخابات الانشقاقات التي داخل اليمين الجمهوري بدأ واضحا إذا لم يتمكن السيد في يوم المرور إلى شط الثاني سوف ترون مباشرة يوم الأحد في التلفزيون الانشقاقات سوف تبدأ واضحة انشقاقات في وسط اليمين بالتأكيد إذا لم يصل السيد لأن كل الحدود كانت متاحة لليمين للوصول إلى السلطة في هذه الانتخابات فإذا لم يصل إلى الدور الثاني أو لم يصل إلى السلطة في هذه الانتخابات سوف يكون هو المسؤول الوحيد لأن الكل كان يعتقد على أن الانتخاب 2017 لليمين إذا في سياق ما قاله بعض اليمينين بأن فيون أخذ الحزب الجمهوريين كراهينة اليمين أخذه كراهينة ولم ينسح لأن هناك شيء ما غير صحيح بالنسبة للانتخابات الرئاسية فالتعرفون على أن بالنسبة لي الأولويات أو التمهيديات متناقضة جوهريا مع روح دستور الجمهوري الخامسة لهذا أخذ السيد فرانسو فيون أنت ضد هذه الانتخابات الداخلية؟ لا لست ضدها أما أعتقد أعتقد كمراقب هل تفيد الحزب أم لا؟ كمراقب أقول على أنها لا تتلائم ولا تتماشى وروح الجمهوري الخامسة لماذا؟ لأن في الجمهوري الخامسة المرشح ينسحب من الحزب ويبقى مباشرة علاقة مباشرة مع الناخبون اليوم جاك شراك عندما ترشح فرانسو من الثانوين إلى آخر انسحب من الحزب شراك والآخر انسحب من الحزب ويبقى تعالى رغم تأييد الحزب له لكنه يبقى علاقة شخص والمجتمع شخص والناخبون دعني أخذ رأي بيرلوي عن فكرة الانتخابات البريمير الانتخابات الداخلية التمهيدية داخل سواء الاشتراكين أو اليمنيين هل هي ضرورية أو مفيدة للأحزاب ثانيا عن ميلوشون هل يمكن أن يحدث المفاجأة هو خطيب جيد ستنبونو راتور هل لديه هذه القدرة على أن يلف الفرنسيين خصوصا اليساريين حوله بتبعية الحال نحن رأينا بأن الانتخابات التمهيدية خلقت جواً جديداً وأدخلت حاولة تدخل النفساً جديداً لجول الانتخابي وهناك فرق كبير بين التمهيديات 2012 والتمهيديات هذه السنة رأينا مثلا مرشحاً طبيعياً كان يعتقد بأنه سيكون هو أو فرحة من الخروج من هذه التمهيديات كبير في الحال كان مانويل فالس ولكن يمكن فعلاً أن نطرح علامة اتصال على مدى قابلية أن يكون هناك مترشحاً لا ينفصل عن انتماء الحكب في هذه الانتخابات مثلاً الخطيب الذي يلهي برجمهير هي مثلاً فعلاً برزت بوضوح وربما بالأكيد استغل منه هذا الفراغ الذي تركه وليسار الاستراكي ليقيم نفسه هذا الخطيب الذي يستقدم تحدث زمين تحدث أكثر من غيره عن المهمشين تحدث أكثر من غيره عن الفقراء هو أكثر مختلف فرنسيا فبتري يتقن اللغة ويتحدث كثيراً عن هذا الاستخدام بين الغنياء والفقراء عن النمط اليساري السابق الهيوعي السابق فالتالي الغربة في أن يستخدم الجماهير الآن إلى أي حد يمكن أن يصعد إلى يخلق المفجأة حتى يبقى شؤال نعم شكراً لك بير لوي ستخدم أنت موافق على هذا التحليل ربما لا 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 أعتقد على أن الذي حصل في فرنسا هو أنه والذي انتبه إليه السيد مكرون وهناك عرض سياسي لم يكن تحدث عن ميلانشون وكان يتحدث عن الخطاب فيما يخص ميلانشون فيما يخص ميلانشون بكل تأكيد السيد ميلانشون فهم جيداً على أن هناك عرض كذلك لم ينتبه إليه الاشتراكيون والاشتراكيون قد غادروا أو تركوا إلى حالهم الطبقات الشعبية ودفعهم لتصويت أحياناً إلى اليمين المتطرف والسيد ميلانشون الذي يعرف الحياة السياسية الفرنسية من الداخل حيث أنه ابن السيستام كذلك الفرنسيون أيضاً سائموا ربما من وجه ميلانشون لأنه 25 سنة 30 موجود في السياسية لكن خطابه السياسي وجد تجاوب معه وسوف يكون مفاجأة ليس بالشكل الذي يقوله الإعلام بالرغم الحقيقة من إصطلاعات الرأي التي أشرت إلى تقدم السيد ميلانشون في هذه الإصطلاعات وفي إمكانية الانتقال إلى الدولة الثانية إلا أن أعتقد أن ذلك الاحتمال بعيداً تماماً هذا ما أعتقده خصوصاً أن السيد ميلانشون يستخدم خطاباً دوغمائياً هذه النقطة النقطة الثانية الحقيقة أن الوعود التي أطلقها ربما تنافي إلى حد كبير العقلية الفرنسية وحتى التوجهات الفرنسية هو يعد على سبيل المثال بالانسحاب جمهورية السادسة بالانسحاب من حرف شمال الأطلسي بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي بالتحالف مع دول مثل فنزويلا على سبيل المثال الحقيقة هذا لا أعتقد أن هناك أغلبية من الفرنسيين يمكن أن تصوت له لا شك بأن حضوره يعبر عن أزمة اليسار أكثر مما يعبر عن إمكانية بالفعل لأن يتقدم وأن يذهب بعيداً في هذه الانتخابات الرئاسية لا أعتقد على أنه سوف يلعب دوراً محورياً ما بعد الانتخابات الوصول إلى الدور الثاني لا أعتقد لكن أعتقد على أنه سيكون حكم انتبه جيداً إلى أن هناك كيف مكن الحال التنائية في فرنسا التنائية السياسية ما بين اليمين ويسار سوف نتموت من يعتقد يوماً على أن في هذا البلد الذي ابتكر مفهوم اليمين واليسار تعرفنا هذا المصطلح وبتكر في فرنسا بعد الطورة الفرنسية من يعتقد على أن هذه التنائية سوف تنضطر وسوف لن يعود لها وجود بعد الانتخابات أعتقد أنه خطئ السيد مكروم ممكن أن يصل للسلطة لكن المشكلة ومعد الانتخابات الرئاسية هناك انتخابات نيابية وفي هذه المجال سوف نرى عودة عودة لاستضامة اليمين واليسار على كل نواصل تقديم هذا البرنامج بعد أن نستمع لهذا الروبرتاج حول مؤسسات استطلاع الرأي مؤسسات استطلاع الرأي باتت الآن تصنع ربما توجه الناخبين هجيرة بن عدة عدت لنا هذا الروبرتاج حول نواية تصويت حول استطلاع الرأي وكيف يمكن أن تؤثر على الانتخابات نستمع إلى هذا الروبرتاج تستخدم استطلاعات الرأي العام بشكل مكثف قبل الانتخابات للتعرف على اتجاهات الناخبين واختياراتهم المفضلة وفي الانتخابات الفرنسية فشلت مؤسسات استطلاع الرأي في أوقات كثيرة في قراءة الواقع فخلال الانتخابات التمهيدية لليمين والوسط لا أحد توقع فوز فرانسوا فيون مقابل عمدات بوردو ألين جوبي كما أخفقت في تقديراتها للمرشح المستقل والمنتمي إلى تيار الوسط إمانويل ماكرون الذي ترشحه اليوم ليكون منافسة زعيمة اليمين المتطرف ماغين لوبان في الدور الثاني من انتخابات الرئاسة الأستاذ في جامعة المنصورة بالقاهرة محمد غنيم يشرح أسباب هذا الإخفاق الذي يحصل أنه كان الأول فيه نصدقية أو تقارب بين درجات قياس الرأي ونتائج الانتخابات لكن اللي حدث في الأولى الأخيرة أنه هو نوع من التضارب حول نصدقية الأعلام وانصراف الناس عن المشاركة في قياسات الرأي الترويج الإعلامي لنتائج استطلاعات الرأي يسمح من جهة برسل توجهات الرأي العام واختياراته الانتخابية وقد يتحول من جهة أخرى إلى وسيلة تعبئة تستخدمها وسائل إعلامية لصالح مرشح على حساب آخر أنا تبان لي بلي هذه الاستطلاعات الرأي بشكل زعب عام وخاصة تلك المتعلقة بالجانب السياسي موجهة بزاف من قبل وسائل الإعلام للماجه باقتي ديوتان تتبنى شخصية معينة تدعمها هذه الوسائل إخفاقها في توقع التغيرات السياسية جعل جريدة لباريسيان الفرنسية تقرر عدم نشر نتائج لاستطلاعات رأي بعد الآن مفضلة العمل الميداني فرانسوا الذي يدير محلا لبيع الأجبان يرى استطلاعات الرأي مشكلا للديمقراطية استطلاعات الرأي معقدة جدا فهي تعطينا الانتباع على الأقل فيما يتعلق بالجانب السياسي بأنها توجه السياسة وتصنع أراء الناخبين واعتقد أن ذلك يطرح مشكلا حقيقيا بالنسبة إلى الديمقراطية وعلى الرغم من تأرجح استطلاعات الرأي التي أجرتها وتجريها كبرى المؤسسات الفرنسية المتخصصة حينا وتضار بها أحيانا أخرى فإن بعض الفرنسيين لا يزالون يعتقدون بأن هذه الاستطلاعات ستتدخل بقوة في الانتخابات المقبلة أعتقد بأن استطلاعات الرأي ستتدخل بقوة في هذه الانتخابات حتى وإن أعرب البعض عن حذرهم منها ويبدو لي للأسف بأنها ستستمر في التأثير لأن اللعبة الاستراتيجية لها تأثيرات متزايدة في كل الانتخابات وفي الانتخابات الفرنسية ويجزم البعض الآخر ممن لا تؤثر في توجهاته استطلاعات الرأي بأن الانتخابات الرئاسية ستشهد مفاجآت عديدة في اعتقادي سنشهد مفاجآت في هذه الانتخابات لكن بالنسبة لي أنا لا أتأثر باستطلاعات الرأي كل ما حدث مؤخرا لم تتوقعه هذه الاستطلاعات وتبقى الانتخابات الرئاسية المقبلة مفتوحة على كل الاحتمالات حول هوية سيد قصر الإليزي هجيرة بن عدة باريس مونتي كارلو الدولية عودة إلى برنامج جزداء فرنسية على أثير مونتي كارلو الدولية رامي الخليفة استمعنا لهذا الرابورتاج حول مؤسسات استطلاع الرأي كيف توجه الرأي العام لكن هذه المؤسسات بدأت تخطئ كثيرا أخطأت في الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الاشتراكي داخل الحزب اليميني وهي الآن تتحدث عن ظهور أو صعود نجم بعض المرشحين هل يمكن أن تكون مفاجآت أم أن هناك فعلا أصبحت هذه المؤسسات بعلوم دقيقة يمكن أن تتنبأ بنتيجة ما الحقيقة بعد ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية حيث كانت كل استطلاعات الرأي تصوب في مصلحة مرشحة الديمقراطية إلى كلمتون وبعد ما حدث في البريكسيت وكانت كل استطلاعات الرأي أيضا تشير إلى أن بريطانيا ستبقى ضمن دول الاتحاد الأوروبي أعتقد أنه يجب أخذ نتائج هذه الاستطلاعات بكثير من التحفظ وبكثير من الحذر الكثير من المراقبين والمحللين الذين يراقبون الانتخابات يرغبون في مادة يمكن الارتكاز إليها من أجل أن يضعوا تحليلاتهم وتوقعاتهم ولكن بالتأكيد أن هناك مفاجآت دائما ما تحدث في هذه الاستطلاعات الرأي خصوصا أن غالبا صيغة السؤال هناك طبعا أسس علمية تقوم عليه هذه الاستطلاعات ولكن ليست مضبوطة تماما خذ على سبيل المثال هنا في فرنسا الكثير لا يصرح بأنه يؤيد اليمين المتطرف إلا أمام صندوق الاختراع وبذلك عندما يسأله أي مستطلع الرأي هل تؤيد السيدة مارين لوبين على سبيل المثال يتحفظ على قول ذلك الآن في السنوات الأخيرة ولكن حتى الآن هناك شريحة واسعة يجهرون ويقولون بأنهم يصوتون اليمين المتطرف صحيح تماما ولكن حتى الآن هناك شريحة لا تصرح بما تنوي التصويت عليه هذه نقطة مهمة هل الفرنسيون يتحدثون كثيرا ولكن عندما يأتي الوقت الضروري لوضع البطاقة في الصندوق يسوي دائما لقناعاته ربما للشخص الأكثر جدية أعتقد ذلك أعتقد أن هناك طبعا ربما عندما نتحدث عن المجتمع الفرنسي فنحن نتحدث عن مجتمع فيه كثير من طبقة المثقفين هذا ربما يختلف عن الولايات المتحدة الأمريكية هناك دراية أكبر ربما متابعة أكبر للحياة السياسية والشأن السياسي من الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال وبالتالي بالفعل عندما يصل إلى صندوق الاختراع فإنه يصوت لقناعاته يصوت لما يرغب به يصوت أيضا لمن يثبت جدارة حتى اللحظة الأخيرة قبل الانتخابات لذلك ربما هذه المرحلة التي تعيشت فرنسا حاليا لها تأثير كبير في صياغة توجهات الرأي العام الفرنسي صدق حجي إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا صحيح هل جميع الدراسات تقول بأن المجتمع الفرنسي ليس مجتمع عنصري ولكن هناك مظاهر عنصرية هناك كلام عنصري من بعض الطبقات المجتمع طرف بعض المرشحين لكن هل يمكن أن يحدث الفرنسيون مفاجأة ويسويتوا لليمين المتطرف ويصلوا للحكم المجتمع الفرنسي قد اشتغلت على الموضوع وكتبت كتاب في الموضوع المجتمع الفرنسي ليس عنصري هناك تيار عنصري في فرنسا لكنه قليل تيار عنصري بالمفهوم الإديولوجي لكلمة عنصري الكلمة المصطلح له تقله وله وزنه ويجب استعماله في مكانه المجتمع الفرنسي له عيوب يقال على أنه متكبر أكيد أحيانا يرى إلى الآخر بنوع ما من التكبر هناك تيار عنصري لا يتجاوز الذي له مرجع إديولوجيا عنصرية 6 إلى 7% من المجتمع الفرنسي الآخرون حتى الذين يصوتون على سيد ماري لوبين ليسهم بفاشيون أو بعنصريون هناك من هو ساخط على الوضع هناك من يرى على أن الهجرة إشكال وأنا من الذين يقولون على أن الهجرة مشكل مشكل أولا للدول التي تصدر الهجرة لأن تفقد بلدها من يد عاملة ومتقافون إلى آخر الذين يتكلمون على أن الهجرة ليش مشكل الهجرة مشكل للجميع الأمثل هو أن يعيش الإنسان في وطنه بحرية وفي طمئنان اقتصادي إلى آخر هذا النقاش آخر لأقول لك على أن المشاكل الذين يصوتون عنهم المتطرف ليس بالضرورة هناك نواة عنصرية داخل الجبهة الوطنية بكل تأكيد الكل يعلموا على أن هناك تيار عنصري راديكالي عنصري بالمعنى بالمفهوم اليدولوجي لكلمة إلى حدود نازي داخل الجبهة الوطنية لكن لا يتجاوز خمسة إلى ستة في المائة أما الآخرون الذين يصوتون عن الجبهة الوطنية فهناك أسباب عديدة ومتعددة تدفعهم إلى تصويت هناك مماطنون يأتيون من اليسار هناك مناظرون في سي جي تي ويصوتون عن الجبهة الوطنية نقابة العمل تعالي أطرح السؤال على السيد توفيق المثلوثي وهو الكاتب والصحفي سيد مثلوثي أنت تعيش فرنسا منذ عشرات السنين كيف تنظر إلى هذه الانتخابات إلى هذا الدور الأول هل يمكن أن تكون هناك مفاجآت أو سنرى كما يقال دور ثاني ما بين ماكرون ومارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف مرحبا السلام عليكم جميعا لا أظن أن ما يحدث توفي وغير جذريا ما هو محدد بعد هذه الحملة القوية والطويلة جدا التي عاشتها وتعيشها فرنسا هناك ربما بعض المرشحين يحلمون باستغلال ما يحدث لتغيير لبصالحهم تغيير الأحداث لكن الفرنسيين عندهم قناعات سياسية عريقة وعميقة ومن يسوت إلى الأحزاب المتطرفة لن تزيده الأحداث الاقتناعا ومن لا يسوت لن يسوت فأظن أن فيه أمر حق جديد جدا بالحياة السياسية الفرنسية وهناك إرادة حقيقية للتغيير تغيير الوزوه وتغيير الأحزاب القديمة فربما ستحدث مفاجآت كبيرة أنا لا أظن أن ما يتوقعه الجميع من أن الدور الثاني سوف يكون بين ماكرون ولوبان هو أمر واقع وحصل ومنتهي لا أظن أظن أن هناك مفاجآت ستحدث هناك وجوه جديدة هناك قناعات سياسية قوية وراسخة ما قامت به هذه الحملة أخيرا هو إعادة تقريب الإديولوجيات للحياة السياسية لأنها في الحملات السابقة كانت الحملات كلها فارغة تشتغل على العواطف وهناك اليوم عودة لبعض القناعات السياسية الاجتماعية التي يحملها مثلا جون لوك ميلانشون ويحملها عديد من المرشحين الآخرين أقول أن هناك إرادة للتغيير وإرادة للخروج من الأحزاب نعم سيد توفيق تحدثت عن العاطفة قبل رئيس الوزراء كازنوفو بخصوص ما حدث في الشونزيليزي قال حذر وقال بأن بعض الأحزاب مثل اليمين واليمين المتطرف سيحاولون الاستياد في المياه العكرة واستغلال هذه الأحداث المأسوف عليها حتى يوظفوها في حملاتهم الانتخابية وفي خطابهم أنا لا أدري لماذا تتصرف بهذه الطريقة كازنوف وكأنه يريد مساعدة لبان لأن مهاجمتها هي مساعدة لها وجعلها في دور الضحية لما يهاجمها مهما كانت طريقة الهجوم ولو أنه بالغضب عنها وبالتحذير من استغلالها لهذه الأوضاع تسليط الضوء على مارين لبان هو مساعدة لها وهذا خطأ فادح ولا أظن أن رجل بحنكة كازنوف كوزير داخلية سابق ورئيس حكومة اليوم يكون هذا خطأ أظن أن هناك تصفية حسابات مع بعض المرشحين الآخرين ودف العجلة نحو بعض الأحزاب وبالذات نحو مارين لبان وفرانسواتي نعم سيد رامي خليفة علي تحدث السيد مثلثي عن دور الحكومة الفرنسية عن الرئيس هولوند لا ندري صراحة إن كان سيصوت لمرشح حزبه السيد أمون أو سيرشح لمكرون الذي كان في حكومته أم أنه سعلى كل أنه أعطى التعليمات لوزارة حكومته بأن يصوت لأي مرشح ما عدا اليمين المتطرف في الدورة الثانية نعم باعتقدي أن السيد فرانسوات ربما كان السبب الأساسي فيما وصل إليه اليسار على وجه التحديد وبالتالي الآن يحاول أن يبتعد قليلا حتى لا يضر باليسار يبتعد عن المشهر السياسي سوى بالإطار الإداري إذا شئت وهي إدارة الانتخابات لا شك بأن رفض تأجيل الانتخابات بعد هجوم الشنزليزي يشير بشكل واضح إلى أن الحكومة اليسارية لا ترغب بإعطاء المجال لمرشح يمين الوسط على وجه التحديد الذي طالب بتأجيل الانتخابات بأن يستفيد من هذا الهجوم الإرهابي باعتقادي أن الحقيقة ربما أشار السيد المثلوسي إلى نقطة وأنا شخصيا لا أتفق معه على أن سابقا كانت تقوم على أساس العاطفة الحقيقة الآن هناك صراع أيضا في هذه الانتخابات هناك مرشحين من اليمين ومن اليسار وبالتالي هناك كثيرا ما تقوم برامة العاطفة قد يقصد بعض القضايا التي يمكن أن تحدث فيها مثلا عن الحجاب عن الإسلام عن العلمانية ويريد بعض المرشحين أخذ الفرنسيين عن طريق العاطفة وأن يكتم تخويفهم بعض القضايا ولكن هي قضايا غير لا تهم الفرنسيين كثيرا وهذا ما حوله اليمين المتطرف تذكر في تلك المناظرة التلفزيونية عندما سألت السيدة مارين لوبين ماكرون إذا كان يؤيد البوركيني أم لا وبالتالي كانت هناك محاولة لجرى الفرنسيين إلى مناقشة قضايا ربما ليست أساسية وجوهرية ولكن الحقيقة في هذه الانتخابات أولا هناك برامج سياسية واقتصادية وأيا كان الذي سوف يظفر بمقعد له في الدور الثاني فهناك برامج مختلفة متناقضة متبينة إلى حد بعيد وبالتالي هناك أساس أيدولوجي للانقسامات ما بين المرشحين في هذه المرحلة من الانتخابات وهناك أيضا برامج سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة وبالتالي باعتقادي أن هذا ربما جديد هناك جانب أيدولوجي وهناك جانب متعلق بالبرامج الانتخابية نعم سيد صدق حجي هل لو عدنا قليلا إلى الوراء هل ترى سيد فرانسوا غولونت في هذه الحملة الانتخابية ممثلا للاشتراكيين لو تقدم هذه سياسة فكسيون لا فكسيون ولكن أنه هو اضطر أن ينسح من الانتخابات لأن فالت لم يترك له الخيار وكذلك لأن الرجل وصلت شعبيته إلى مستوى لن تحدث في تاريخ الجمهورية الفرنسية أن لا يدافع الرئيس عن حصولته حصولته إلى آخر لأن شعبيته وصلت إلى مستوى إلى مستوى جد منحط وما مرست عليه ضغوط من داخل الأسرة الاشتراكية ومن داخل الحكومة قد تكلمت عن سيد فرانسي لآخره لو ترشح سيد فرانسوا غولونت كانت له حدود كيفما كان الحال نظرا لما الذي حصل إبان هذه الانتخابات حيث فضائح سيد فيون والضعف ليس البرنامج أو ضعف سيد أمون لأنه جديد بدأ الحملة مؤخرة متأخر جدا ولم يلقى مساندة من طرف حزبه وليس له تقل داخل الحزب والحزب الاشتراكي من يعرفه فيه داخل التطحونات ويجب أن يكون الرجل جد قوي ليمسك بالحزب بحديث دعني فقط لو تكرمت أسرح السؤال على سيد توفيق متلوثي سيد توفيق متلوثي في عام 2012 تقول استطلاعات الرأي أن الاثنين بالمئة التي حصل عليها هولونت كانت بفضل أصوات الفرنسيين المسلمين هل هناك تصويت فرنسي أو مسلم عربي يصوت لصالح الاشتراكيين أو صالح طيار بعينه أم أنهم يصوتون كالبقية حسب قناعاتهم أنا لا أظن أن هناك وبحكم تجربتي لمدة أكثر من 30 سنة في الأعلام إذن كمنبر مشرف على الأفكار والاتجاهات فلا أظن أن هناك ما يسمى حقيقة بالتصويت المسلم أو تصويت الجالية المسلمة بفرنسا المسلمون مثل باقي الفرنسيين يصوتون حسب مصالح وحسب مشاغلهم الاجتماعية وحسب انتماءاتهم الإيديولوجية وأكبر دليل على ذلك تواجدهم في معظم وجل الأحزاب من الشمال إلى اليمين وحتى أقسى اليمين وهناك نقطة إذا سمحت لي أود أن أشير إليها وهي نقطة خطيرة جدا في هذه الحملة لكن لم يقع عليها التركيز بقوة إلا من طرف خمس من المرشحين الخمس الأوائل بجرعات خفيفة وهو نقطة جديدة قال فيون البارحة ليس من دورنا أن نكون حماة معسكر السنة وتكلم كل الخمس مرشحين الأوائل هؤلاء على عدم احترام ما يسمى الاتفاق والتوافق الفرنسي في السياسة الخارجية على دعم السنة ضد الشيعة وكلهم يشيرون الآن وصاروا يلوحون بالتحالف مع الشيعة ضد السنة ولسنا حماة السنة ولسنا حماة السنة وهذا بدأ يتكرر بزرعات ميوباتية يعني خفيفة وهو ما يشير إليه كتاب صدر مؤخرا حالة العالم من هنا إلى 2035 وهو تقرير الـ CIA ووكرة الأمن الأمريكية العليا وأن السراعات القادمة سوف تكون بين سنة والشيعة فبدأوا يجهزوا إلى هذا الاتجاه نعم وهذا أنتم كخبراء وصحفيين بإمكانكم العودة إلى كل هذه التصريحات وبالذات البارحة الخمس مرشحين من ديبون إنيون إلى فيون وميلانشون ومكرون وكلهم يتكلمون عن هذه النقطة ولو بإشارة خفيفة وهذا أمر خطير جدا يؤشر إلى ما سيقع في المستقبل وكلهم إن لم يتكلموا عن شيعة وسنة تكلموا عن دور السعودية وقطر وماذا يجب وعقوبتهم وكذا فهذا أمر خطير جديد في هذه الحملة الانتخابية نعم كان هناك حديث من طرف سيد فيون عن قطر والسعودية في وقت سابق ولكنه عاد وتجنب الحديث عن هذا هذا يدفع من الحديث لدي تعقيب لست متفق جيدا مع أهلا توفيق أعتقد على أن تصويت في سنة 2012 أعتقد على أن سيد فرانسو أولوند ربح الانتخابات إلى حد ما نظرا ولتصويت المسلمون أو الفرنسيين المسلمين الفرنسيين المنحدرين من ديانة إسلامية إلى آخر وذلك ربما بسبب تصويت وعلى حد لأن كيفما كان الحال يبقى التصويت بشكل عام يتجه نحو اليسار أكثر منه نحو اليمين رغم أن حصلت قطيعة ما بين اليسار والفرنسيين المنحدرين والديانة الإسلامية في الحقبة الأخيرة نظرا لتطرف السيد فارس علماني إذا ما شئت حصل نوعا ما من الطلق لكن خطاب فيه الذي فيه نوعا ما من الإسلاموفوبيا يوجد بطلبها وخطاب السيدة ماري لوبين الذي فيه إسلاموفوبي بكل تأكيد يدفع ما من جديد الجالية أو الفرنسيين المسلمين للتصويت إلى اليسار وأعتقد في وجهة نظري على أن السيد ميرانشون سيكون الرابح وفهم جيدا هذا وله رصيد كبير ويخاطبهم بخطاب إنساني إلى آخر نعم سيد رامي هذا يدفع ما قاله سيد متلوثي وما قاله صدق حاجي لحديث عن برنامج السياسة الدولية في برامج المرشحين مثلا عن منطقة الشرق الأوسط كان هناك تخبط كبير من طرف سيد ميرانشون من طرف سيد فيون ولو أنه لا يؤيد صراحة بوتين ولكن يقول أنه بحديث يجب أن يكون هناك حديث كيف وجدت برامج المرشحين على مستوى السياسة الدولية من كان الأكثر ربما نضجا في هذا المجال باعتقادي أن كما هناك تناقضات ما بين المرشحين الكبار في إطار البرنامج الاجتماعي والاقتصادي فأن هناك أيضا تناقضات في إطار السياسة الخارجية لفرنسا دعنا نضع أولا نقطة أساسية وجوهرية خصوصا فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط السياسة الغربية بشكل عام تصغها الولايات المتحدة الأمريكية تأثير فرنسا محدود للغاية في أزمات مثل سوريا والعراق هناك تأثير ولكن محدود جدا دعني أذكر فقط أن فرنسا أراد توجيه ضربا للنظام السوري عقب استخدامه السلاح الكيماوي في عام 2013 ولكنها لم تستطع لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم ترافقها هذا ما يعيب عليه يعيب مثلا بعض المرشحين عليه الاشتراكيين وينتقدونهم فيها السياسة الخارجية دعني نشيق نعم ليفهم المستمع العربي الشرق الأوسط الشرق الأوسط هو منطقة نفوذ للولايات المتحدة الأمريكية متفقون الفرنسا لا تستطيع الخروج خارج السرب سواء كان على حق يمين أو يسارا فإنه ملتزم بالسياسة الأمريكية حتى إذا حدث هناك خلاف ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا فإن وجهة النظر وحدث ذلك في غزو العراق على سبيل المثال فرنسا عرضت ولكنها لم تستطع أن تفعل الكثير أما فيما يتعلق بتفاصيل اليمين يدعو إلى قرب أكثر من الجانب الروسي وأنا أعتقد أنه حتى لو وصل إلى الحكم لن يستطيع ذلك أمام هو التي بادت تفصل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا اليسار باعتقادي أنه استمرار لما هو حادث حاليا في سياسة الزراجية باختصار ساركوزي ما الذي تغير في سياسة فرنسا بين ساركوزي وولوند لا شيء لا دعني أقول على أن فرنسا المسائل الموزعة ما بين القوات فرنسا لها منطق تأثيرها أفريقيا الغربية لا أحد يجادلها في تأثيرها وتدخلها عسكريا سياسيا اقتصادي في أفريقيا الغربية بكل تأكيد منطقة الشرق الأوسط منطقة ولاية المتحدة الأمريكية هذا رأت يوم يا رامي الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في الكوديفور أو في مالي أو في سنغال وحتى في شمال غرب أفريقيا هناك توزيع للأطوار الشرق الأوسط بنظرا لستراتيجيته والحيويته لآخره منطقة نفوذ أمريكي بريطاني فرنسا لها شيئا ما من التأثير ليس بقوي لكن يبقى لها مجال تقوم يعني هذا يذب في ما يقوله رامي أنه لا يكون هناك تغيير في منطقة الشرق الأوسط لا منطقة الشرق الأوسط تبقى منطقة الكلمة الكلمة الأولى والأخيرة ترجع للوية المتحدة الأمريكية غرب أفريقيا الكلمة الأولى والأخيرة ترجع لفرنسا باختصار قبل أن أترك رامي الخليفة يتوجه إلى ملتزامات أخرى رامي تحدث عن السياسة الدولية باختصار كيف هي تكهناتك لهذا الدور الأول من انتخابات الرئاسية الفرنسية أعتقد أنه إلى الآن تبدو مرشحة اليمين المتضرف لها حظوظ كبيرة في الوصول إلى الدور الثاني لكن لا نعدم أن نرى مفاجآت لأن كل استطلاعات الرأي لا يمكن الثقة بها بشكل كبير باعتقادي أن ماكرون هذا ما أعتقده أن له حظوظ كبيرة سواء بالانتقال إلى الدور الثاني أو حتى بالظفر بمنصب رئاسة وسدة قصر الإليزة سيد توفيقة مثلوثي لم نسمع رأيك في مرشح الوسط ماكرون كيف هو تفسيرك إلى هذا الرصيد الشعبية التي لدي على الأقل في دوسائل الإعلام واستطلاعات الرأي والله يظن أن هناك عدة عوامل أولا رغبة الشعب الفرنسي في التغيير ولكن أنا أرى أن الذي جعل منه يعني المرشح في الصدارة هو أنه مرشح ما يسمى بالسيسام النظام نعم فماكرون هو يمثل ويجسد النظام والدولة العميقة إذا أردنا استعمال هذه العبارة في فرنسا ولهذا يقع الدفع به من جميع الوسائل الإعلامية والاقتصادية من مؤسسات ورجال أعمال ولكن دولة العميقة ولم يكن نائبا أبدا في حياته ولم يكن منتخبا نعم هذا صحيح لكنه يعني وضع في الصدارة ووقع دعبه بجميع الإمكانيات وجميع الوسائل والسبب أنه شاب هذا يبعث على الأمل ويجعل الكثير يرى نفسه فيه ويعني يريد التغيير فهناك عوامل موضوعية وعوامل يعني عاطفية التي تجعل مكرون المرشح ساحب الأفضلية إلى حد الآن نعم وبالنسبة نعم وبالنسبة لتكهناتك للدور الأول يعني أنه هل سنشهد وصول لمكرون ولوبان في خروجهم من الدور الأول يعني خروجهم تأهلوا من الدور الثاني كذب المنجمون ولو صدقوا لكن هناك يبدو أن لديك عاطفة تريد أن يكون ميلانشان في الدور الثاني هذا رأي شخصي لن أمدك به لكن بالنسبة إلى مكرون أظن أنه له حضوض لكن أنا أعتقد هناك مؤسسة لصبر الأراء كانت تكهنت أو أعلنت عن فوز البريكسيت وعن فوز ترامب ومنذ يومين خرجت يعني صبر الأراء يعني أنه ميلانشان سوف يكون في الدور الثاني فمن الصعب التكهن أرى وأن مكرون له حضوض رهيبة ربما تأتي المفاجأة من تقهقر أو تراجع اليساريين والعمال الذين أعلنوا تصويتهم لمارين لوبان ويصويتهم ربما لميلانشان ولمكرون هناك ما زال كثير من الأمور التي يمكن أن تحدث نعم شكرا لك سيد توفيق مطلوثي يبقى معي سيد صدق حجي صدق حجي هناك تياران يتنافسان على صوت الطبقات الشعبية العمال اليسار راديكالي وسيد ميلانشون ومارين لوبان والجبهة الوطنية كيف يمكن تفسير أن أصوات الطبقات الشعبية تتحول من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين لأن هناك لقد هاجرت الحزب الاشتراكي بكل تأكيد هاجر الطبقات الشعبية وبدأ يهتم كثيرا بالطبقات المتوسطة العليا وهذا بدأ منذ الولاية الثانية لسيد فرنسو ميتارون وتطور الحزب الاشتراكي الفرنسي لكي يصبح حزب اجتماعي ديمقراطي لم يعد يخاطب بشكل مباشر الطبقات الشعبية ومارين لوبان بخطابها الشعبوي لأن هناك خطاب شعبوي والبوجدي تجهت وعرفت كيف تخاطب الطبقات الشعبية تلعب على وثيرة الهجرة وتلعب على وثيرة ثقافية إلى آخر العواطف فرنسا الفرنسية إلى فرنسا الخليد لأن الجبهة الوطنية عكس هذا المصطلح أنا لست متفق معه وأكرر الجبهة القومية هي الجبهة القومية وليست الجبهة الوطنية لأن إذا لم يكن الجبهة الوطنية سوف نستعمل فرن باتريوتيك نعم والخطاب ماري لوبان وخطاب الجبهة القومية عارضة الجبهة الوطنية خطاب قومي لأن من يعرف الأدبيات السياسية التي حكمت تأسيس الجبهة القومية هي أدبيات قومية فرنسا الخالدة وعلاقات زعيم الجبهة السيد جماغي لوبان كانت له علاقة قوية مع القوميين العرب بما فيهم سيد صدام حسين وعطف ماري لوبان على بشار الأسد وعطفها على أحزاب قومية أخرى إذن من هذه النحية وخطاب قومي يزد صغى عند الطبقات الشبيرة دعني أقولك فيما يخص تكهنات في اعتقادي وفي السياسة والمغامرة بأن أقول أعتقد على أن المفاجأة سوف تكون فيما يخص ماري لوبان أعتقد على أن من فوق يعني ستأخذ أكثر من 25% من فوق فيها شيئا ما وأنا أغامر معك على أن سوف تكون المفاجأة من هذا الجانب لا أراها في الدور الثاني بكل وضوح باختصار هذا سؤال جيد يعني أن الجميع راهن على أنها تكون في الدور الثاني لكن هل السيناريو هذا وارد أن لا تكون في الدور الثاني هذا موقفي وهذا نظر للمجموعة من المطيات أعتقد على أن المفاجأة سوف تكون من السيدة ماري لوبان وممكن أن لا تصل إلى الدور الثاني وممكن أن يصل اليميل الجمهوري تكون هذه المفجرة على كل إنسان نحاول أن نستضيفك قبل الدورة الثانية من الانتخابات إذا ما حصل هذا ويمكن أن نناقش ذلك سيد صدق حاجي الكاتب الصحفي شكرا جزيلا لك شكرا لسيد رامي خليفة العلي الأستاذ في الفلسفة الدولية شكرا لسيد توفيق المثلوثي الكاتب الصحفي وشكرا لبيير لوي ريمون الكاتب والإعلامي أيضا الذي كان معنا في نصف ساعة الأول من هذا البرنامج انتخابات الرئاسية الفرنسية تجرى في دورتها الأولى في الثالث والعشرين يوم الأحد المقبل هذا البرنامج يعاد بثه السبت والحملة الرسمية تتوقف عند الجمعة المتصف الليل تقبلوا تحيات على أبو نجار شكرا لجادة الخوري شكرا لراجحة التي كانت في الإعداد أيضا نتمنى لكم نهاية أسبوع جيدة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر